رابط من مديرة إدارة قبل كم يوم نشرت في الجريدة أن للأسف العقوبات مخفضة وهي الغرامة ألف دينار هذا فهم خاطئ هناك عقوبة حبس لمن يروج الأقضية الفاسدة وفي حالة العود لو شخص ارتكب مخالفة ثم عاد إلى مخالفة أخرى يسمى في القانون العود يكون الحبس وجوبي يجب على القاضي عن حبسه هناك غلق إداري بيد وزير التجارة يستطيع أن يغلق هذه الشركات نهائيا بقرار إداري هناك عقوبات لكن الخلل في تطبيقنا اليوم نبيح للناس أن يتلاعبوا ثم إذا استمر تلاعبهم حتى وصل إلى النهاية سنطبق عليهم القانون القانون لا يطبق بهذه الطريقة نعم صحيح يفترض أن من البداية المخالف مخالف ولا ننتظر جميع السنوات ويكون هناك ترسبات ترسبات وتراكمات عجيبة غريبة وهذا اللي حاصل اليوم لأسف في المنطقة الحر دعونا نرى الخبر الأخير في صحيفة القبس ثقافة التقاضي نعمة على ناس ونغمة على غيرهم نيل الحقوق بالقانون أمر جيد لكن هل يجوز الوصول بأي مشكلة للمحكمة هذا طبعا الأمر نترك لك محامي ثقافة التقاضي نعمة على ناس ونغمة على غيرهم هل فعلا نعمة ونغمة والله شوف اليوم للأسف المجتمع في ظاهرة غريبة أن الناس تلتج إلى المحكمة أو المغفر على أبسط الأشياء نعم صحيح يعني أنا سوف أضرب مثال ولعلك تسمح لي كنت في فترة في يوم الأيام في محكمة الجناح والقاضي ما بين رجل كبير في السن ولابس بدلة وبنت يعني في العشرينات من عمرها وأنا على علاقة جيدة مع القاضي بحكم يعني أني دائما أترافع أمامه فلما التف الرجل اكتشفت أنه هو الوزير السابق محمد السنعوسي قبل أن يكون وزير وكانت القضية أنه هو أنا يسمح لي بطارغني أذكر المساعة للهواء أنه كان في إحدى مواقف الجمعيات وشاف مرأة عجوز مع سائقها وها حت ساك عليها السيارة فكسرت خاطرة شفيش حجية قالت له والله ساكن علي من عشر دقائق فأهو التفت في المواقف شاف بنته ناقعة تشتري من المحل فيأشر لها بيدا سيارة لجل قلت له إيش وي بس أشتري وي فلما يدت البنت حسبت بنته يعني فتلفر عليها يظهر بالوف يعني مثل ما احنا يعني شد شد أولادنا يعني لا كذا ما سبها يعني بس حسبت بنته ويمكن أصغر من بناته بعد راحت تشتكف عليه أنه سبني فراه المغفر الأخ محمد فقال لأنت قلت له كذا أهنته قال إيه قلت لي هذه حسبت بنتي يعني أنا ما غلط عليها مو غصدي بس شفتها غلطانة ووصلت الغضية للمحكمة والقاضي يقول لها يعني تنازلي هذه حسبة أبوك بتقول لا 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 مو بوي ففعلا اليوم للأسف تشوف في المحاكم يعني التسامح فقد أخي محمد اليوم شوف نلتج يعني بعيدا عن السياسة مثل دعاوى رؤية الأولاد نعم صحيح والله أنا أستغرب أن امرأة تمنع طليقها مثلا من رؤية أولاده فيضطر يروح يرفع قضية عشان القاضي يحدد له شوف اليوم الأسبوع 176 ساعة أو 167 بالعكس القاضي على ما هو معمول عليه يحدد له من 6-9 ساعة تخيل الريال يشوف عياله 9 ساعات من أمية والباجع عندما يعني هذه سياسة سياسة تقاضي روح المريحة اليوم تشوف في المغافر قبل فترة أنا شفت قضية في مغفر الشرق واحد وأنا موجود يعني كنت عندي قضية حقق واحد يرفع شكوى على خلاف مع أخوانا وبوه متوفي الله يرحمه أمس فأخوه الكبير مسوي العزة عنده يقول له آسف أخوه صغير مسوي العزة عنده يقول له أنا ولد فلان كبير بقدم شكوى تصكون بيت العزة وتخلون العزة عندي أنا فيه شكاوى مثل هذا شر البلية ما يرحمه يعني فيه فعلا روح التسامح في المجتمع للأسف ما نقول يعني اندثرت لكنها بدت تنتقل نعم نعم أخيرا خلنشوف كاركتير الشاهد إذا فيه تعليق أخي محمد عليه طبعا هذا مكتوب تأزيم واضح جدا يعني إدمان البعض على التأزيم وواضح صورة مجلس الأمة تحت يعني يعني كان رسالة أن البعض الأسف بعض النواب وليس الكل مدمن تأزيم أو له أجندة وهداف خاصة لتأزيم الأجواء وبالتالي الوصول إلى أجندة خاصة والله أنا قبل فترة كنت أسمي هذا الزمن زمن سقوط الكبار وأنا كما ذكرت قبل قليل نعم نفتقد إلى السياسيين الحق نفتقد إلى السياسيين وهذه مرحلة صعبة من مراحل الكويت تمر فيها البلاد أن يكون مثل هؤلاء أنا لا أعب على أحد طبعا لكن بعض أعضاء مجلس الأمة لا يملكون من السياسة شيء ولا من الحكمة والحنكة شيء يعني للأسف أن ثقافاتهم السياسية وأطروحاتهم تنم عن جهل عميق في أمور سياسة وتغيب عنها الحكمة والحنكة ولذلك يجرون للبلاد وترى عشان تكون بالصورة اليوم سواء كانت الحكومة عندها أخطاء أو النواب عندهم أخطاء اللي يدفع الثمن نحن الوطن الوطن قاعد يدفع الثمن للبرنامج واللي من خلاله نتواصل معكم وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم آمل أن تكونوا قد استمتعتوا معي أراكم غدا إن شاء الله أستودعكم الله وإلى اللقاء